وردت إلى الخليفة العباسي أبي جعفر المنصور أخبار أن أموال بني أمية وودائعهم قد وضعوها في أمانة شيخ مسن فأرسل أبو جعفر في طلبه ليعيد ما عنده من ودائع بني أمية فلما أدخل إليه قال له المنصور قد رفع إلينا خبر الودائع والأموال التي عندك لبني أمية فأخرجها إلينا فقال الشيخ يا أمير المؤمنين أوارث أنت لبني أمية أو أوصو لك بأموالهم قال المنصور لا قال الشيخ فما سؤالك عما في يدي من ذلك ففكر المنصور ساعة ثم رفع رأسه وقال إن بني أمية ظلم المسلمين فيها وأنا وكيل المسلمين في حقهم وأريد أن آخذ ما ظلم فيه المسلمين فأجعله في بيت مالهم قال الشيخ تحتاج يا أمير المؤمنين إلى إقامة البينة العادلة على أن ما في يدي لبني أمية مما خانوا وظلموا فيه دون غيره فقد كان لبني أمية أموال غير أموال المسلمين فقال المنصور صدقت ما يجب عليك شيء ثم قال له هل لك من حاجة قال الشيخ تجمع بيني وبين من سعى بي إليك فوالله ما لبني أمية في يدي مال ولا وديعة ولكني لما مثلت بين يديك أردت إقناعك بأنك لست وصيا على أموال من سبقوك إلا بكتاب منهم حتى لا تسأل أو تعاقب أحدا بعدي دون وجه حق أو حجة فلما جمع المنصور بينه وبين من سعى به عرفه الشيخ وقال للمنصور هذا غلامي سرق ثلاثة آلاف دينار من مالي وهرب مني وخاف من طلبي له فسعى بي عند أمير المؤمنين فشد المنصور على الغلام ومن خوفه أقر بكل ما ذكره الشيخ فقال المنصور للشيخ نسألك أن تعفو عنه قال الشيخ قد عفوت عنه وأعتقته ووهبت له الثلاثة آلاف التي أخذها ثم انصرف ومنذ هذا اليوم والمنصور يتعجب من لقاء هذا الشيخ ويقول ما رأيت مثل هذا الشيخ قط أقنعني بالحجة وغير رأيي في بني أمية وعلمني أن العلم عند أصحاب الحلم ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حض عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم